بالحديث عن الأضرار والتداعيات لهذا التهديد للملاحة مصر أيضا تتأثر حيث قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة قال إن معدل عائدات قناة السويس تراجع بنسبة 40 إلى 50% وإنتوا شايفين أنه هارضة الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا ده تراجع بنسبة 40 إلى 50% يعني طب كل ده بيتم والنهار ده المفروض من الدولة المصرية لها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومع مؤسسات تمويل إذن سمير عمر مرسلنا من قاهرة ينضم إلينا لمزيد من المتابع عن هذه التداعيات يعني أرقام حقيقة يعني مخيفة مقلقة إلى حد كبير فيما يتعلق بتضرر عائدات قناة السويس ماذا في التفاصيل المتابعة وأيضا في طبيعة الموقف المصري في مواجهة هذه التحديات إذا ما استمرت يعني بالتأكيد التأثيرات البالغة التي منيت بها مصر جراء تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها المباشر على قناة السويس بدأت منذ أواخر العام الماضي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق العملية العسكرية في غزة وكان الرئيس أهائة قناة السويس قد أشار إلى التأثيرات المحتملة على العوائد قناة السويس على أمن الملاحة في البحر الأحمر على مسار التبادل التجاري والتجارة الدولية جراء هذا التصعيد بالتأكيد من زاوية الأمن الاقتصادي مصر متضرر إلى أبعد حد جراء ما يحدث في البحر الأحمر وبشكل مباشر الإرادات وصلت في نهاية العام الماضي كانت أن تقترب من عشرة مليارات دولار محقيقة رقما قياسيا مع ما يبشر بأن يكون العام عشرين أربعة وعشرين يحمل المزيد من إرادات قناة السويس في دولة تعاني من نقص حد في موارد النقد الأجنبي وكانت إرادة قناة السويس واحدة من أهم هذه الموارد الآن تراجعت هذه الإرادات في شهري يناير وديسمبر إلى حد كبير وفي هذا الشهر أيضا فبراير استمرت تراجع الحد الذي يكاد تكون انخفضت بشكل خمسين بالمئة الأمر الآخر وهو ارتباط هذا التضرر الاقتصادي بمنظومة الأمن القوم المصر بشكل عام القاهرة منذ اليوم الأول حذرت من خطورة اتساع صراع على خلفية ما يحدث في غزة وحذرت من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة سيوسع نطاق العمليات وهذا كان ضمن المبادرات المصرية التي تهدف إلى تطويق الصراع والوصول لوقف إطلاق النار وأيضا عدم توفير أسباب لاتساع نطاق الصراع إلى هذا الحد بالتأكيد ضمن منظومة العمل المصري هو التواصل لوقف إطلاق النار بما يؤدي إلى استقرار المنطقة وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقي في دولته المستقبل نعم سمير شكرا شكرا جزيلا لك سمير عمر إذا مراسلنا من القاهرة